موسيقى مساء الخير أهلا بكم في نشرة الثالثة عبر شاشة ليبيا لكل الأحرار وفي عنوينها بدء أعمال القمة العربية الثامنة والعشرون والزعماء العرب والدوليون يدعون إلى العمل لحل الأزمة في ليبيا سرايا الدفاع عن بنغازي وقوات عملية الكرامة ينجحون في إتمام عملية تبادل أسرى بينهم ست نساء موسيقى مقتل آمري قاعدة طبرق الجوية واثنين من المدنيين في تحطم طائرة حربية فوق منطقة الطرشة بمدينة طبرق دعا رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج في كلمته أمام القمة العربية الثامنة والعشرين في البحر الميت بالأردن دعا الفرقاء السياسيين للجلوس إلى طاولة الحوار والكف عن التصعيد العسكري مضيفا أن عدم التزام بعض الأجسام السياسية كمجلس النواب بالاتفاق السياسي حال دون تنفيذه ما ساهم في إطالة أمد الأزمة وأضاف السراج أن الوقت قد حان لإيجاد توافق عربي تجاه الأزمة الليبية ودعوة جميع الأطراف للكف عن المناورات السياسية مشيرا إلى أن استقرار ليبيا السياسي يضمن نشر الاستقرار في دول المنطقة والعالم ونوه السراج إلى أنه لا يمكن للشعب الليبي أن يتحمل إضاعة الوقت أو استنزاف القدرات أكثر من ذلك محذرا من مخاطر نشوب حرب أهلية في البلاد بعد الاشتباكات الأخيرة في منطقة الهلال النفطي لازلنا ندعو كل الفرقاء السياسيين إلى جلوس لطاولة الحوار والكف عن لغة تهديد والوعيد والتصعيد العسكري والاحتكام للغة العقل والحكمة فالكل يعرف أنه لن يكون هناك حسم عسكري من أي طرف وأي معركة تفتعل سيكون فيها الرابح خاسر إننا ضد أي مواجهات تضع مقدرات وتروات الليبيين في خطر لذا نطلب من الجامعة العربية تبني مقترحنا الداعي لتوحيد جهاز حرس المشآت النفطية بحيث تقوم المؤثر الوطني للنفط وبشكل مباشر بإدارة هذا الحرس الموحد والإشراف عليه وبذلك تتولى هي حماية هذه المنشآت والمرافق ويتم نزع فتيل أي صراع أو اقتتال قد ينشف في هذه المنطقة أو غيرها وقد انطلقت صباح اليوم أعمال القمة العربية الثامنة والعشرين في البحر الميت بالأردن بحضور عدد من القادة العرب والأمين العام لأمم المتحدة أنطونيو جوتاريش إضافة إلى مبعوث شخصي للرئيس روسي فلاديمير بوتن وممثلة السياسة الخارجية والأمينة بالاتحاد الأوروبي فدريكا موغيريني ومن المتوقع أن يعبر القادة العرب في بيانهم الختمي عن دعمهم للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ويدعون إلى تنتيذ الاتفاق السياسي الموقع بالصخرات المغربية وقال الرئيس الموريتاني رئيس الدورة السابقة للقمة العربية محمد ولد عبد العزيز أن الأوضاع في ليبيا ما زالت تهدد الأمن في الساحل والصحراء رغم الانتصارات على ما وصفه بالإرهاب في عدة مناطق على الرقم من الانتصارات الأخيرة على الإرهاب في عدة مناطق لا تزال الأوضاع الأمنية تشكل خطرا حقيقيا على السلم والاستقرار في هذا البلد الشقيق وعلى وحدته وتماسكه الاجتماعي كما تهدد الأمن في مطلقة الساحل والصحراء وتسبب في تفاقم أزمة الهجرة غير الشرعية عبر البحر الأبيض المتوسط بضحاياها ومآسها المتكررة وأكد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد ألثاني على مواصلة دعم حكومة الوفاق الوطني الشرعية لتقوم بكامل مهامها في وضع حد لمعاناة الشعب الليبي لا خيار أمام الشقاء الليبيين سوى الحوار والتوافق والتمسك بمخرجات الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات والمضي قدما في طريق التسوية السياسية لتشمن جميع القوى السياسية في ليبيا دون إقصاء ولكن مع رفض الفوضى وعودة الدكتاتورية وهم أصلا وجهان لعملة واحدة من جهته قال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إنه يتوجب على الليبيين العمل على حفظ الأمن والاستقرار ونبذ العنف والبحث عن حل سلمي ينهي الأزمة الراهنة أما أمير الكويت صباح الأحمد صباح فقد عبر عن أمله بأن تتضافر الجهود العربية والإقليمية للحفاظ على وحدة ليبيا وسلامة أراضيها في السياق قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتاريش إنه يمكن لليبيا الخروج من دوامة العنف والصراعات خلال العام الحالي إذا ما تم العمل على ذلك بشكل مشترك وأضاف جوتاريش خلال كلمة ألقاها أمام القادة العرب في القمة العربية أن الأمم المتحدة تعاول على شراكة مع الجامعة العربية لتجنب الصراعات والنزاعات في المنطقة معربا عن أمله بتشكيل عالم عربي قادر على حل مشاكله من خلال الحوار من جهتها قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فدريكا موغيريني إن هناك تعاونا وتنسيقا بشكل مستمر لحل الأزمة في ليبيا في إطار الاتفاق السياسي تعاوننا مهم جدا لحل المشكلة في ظل الاتفاق والوفاق هو مسؤولية الليبيين بالدرجة الأولى لكن علينا أن ندرك كمجتمع دولي وكذلك كمنطقة أنه لا يمكننا أن نساعد أصدقاءنا الليبيين إلا من خلال تضافر الجهود لذلك انضم الاتحاد الأوروبي إلى اللجنة المتعلقة بالحل في ليبيا ينضم إلينا عبر الهاتف من البحر الميت مساعد رئيس تحرير جهريتة الدستورة الأردنية عوني الدوود سيد داود مساء الخير كيف تبعتم الجلسة العامة للقمة العربية اليوم وأبرز ما أشار إليها المجتمعون اليوم في كلماتهم مساء الخير وكما تابعتم وتابعنا منذ الصباح الباكر في البحر الميت في الأردن لاجتماعات القمة الثانية وعشرين بالتأكيد هناك أكثر من محور وقضية على طاولة القادة العرب والزعماء العرب في مقدمة القضية الفلسطينية وكذلك القضايا العربية الأخرى القضية الليبية ماتلة وحاضرة كما استعرضتهم منذ قليل في جميع كلمات الزعماء العرب وبدأت بكلمة أيضا لرئيس القمة الثانية وعشرين جهالة الميت حبدالله الثاني الذي أكد ضرورة الأمن والأمان في ليبيا والجهد العربي المسترك لتحقيق الأمن في ليبيا إضافة للمحاول الأخرى والقضايا الأخرى القضية العراقية الملاث السوري الملاث اليمني تافة القضايا العربية السياسية ماتلة وحاضرة ثم إضافة لباقي الملفات القصادية والاستماعية الثقافية أقول بأنه في تأكيد تأكيد عربي واضح وفريح كما تردتم أيضا في كلمات الزمار العرب أن تضرورة وحدة الصف الليبي والجوز إلى مائة الحوار بانتواق من الاتفاق أو الاتفاق السياسي في مستمر الريفترات 2015 إضافة إلى المبادرة التونسية وبدعم من الجزائر ومصر لضرورة إيجاد حل الأزمة الليبية حيث أكد في تأكيد أيضا أن تضرورة منع تدخلات الأجنبية بمعنى آخر أنه مهم جدا الحل للخلاف العربي عربيا وداخل الأراضي الليبية الشقيقة بحيث أن يكون هناك وحدة حال وتغليب المصلحة الوطنية العليا بسطحة ليبيا مصلحة أشطرات ليبيا على بعض المصالح الضيقة لبعض الفرقاء أقول بأنه هناك إجماع عربي من كافة الزمار على الزمار العرب على ضرورة حل ليبي سريع وحتى يعني في دعم أممي أيضا في سنة أمين عام المتحدة نتمنى أن يكون عام 2017 عام الحل للأزمة الليبية نعم سيد أداود كيف تتوقع أن يكون حضور الملف الليبي في نقاشات ولقاءات المجتمعين وترتيباتهم بالنظر للملفات الأخرى المطروحة واضح جدا بأنه من أهم الملفات يعني لم تخلو أي كلمة لأي زعيم عربي من تقصيد القضية الليبية ورؤية واضحة وإجماع عربي واضح وصريحة ضرورة أن يكون كحل ليبي سريع ولا يكون ذلك إلا بمبادرة وحرص ليبي داخلي والمساعدة على ذلك في كلمة العالم السودي كانت تأكيد الأمير الكويت الأمير للقطر وكل الزعماء العرب أيضا في تونس كلمة الرئيس التونسي هناك حرص واستعجال هذه القضية الليبية لأنه هناك صدقا واضح تماما لأنه هناك مشكلة في تطبيق الآليات هناك اتفاق موجود اتفاق مؤتمر في صراحة 2015 ولكن يبدو أنه التطبيق على الأرض الواقع هناك معوقات نتمنى أن يكون هناك جلوس سريع على مائدة الحوار الليبي والليبي العربي وأعتقد قد يكون مخرجها المبادرة التونسية والجزائرية المصرية قد تكون مبادرة سريعة يعني توافقت مع الفرقاء الليبيين أعتقد سيكون هناك جلوس على طارق مفاولات ونتمنى أن يكون هناك حال سريع أقول بأن هناك في حضور وقوة للملف الليبي في القمة وأعتقد سيكون هناك في أكثر من محور في الختام شكرا جزيلا لك عوني أدوود مساعد رئيس تحرير جريدة الدستور الأردنية كنت معنا من البحر الميت أشكرك شكرا جزيلا في السياق شدد نائب رئيس الوزراء السابق عوضة البرعسي على أهمية التوافق العربي بخصوص إنهاء الأزمة الليبية عن طريق التوصل إلى اتفاق سلام يعالج كل قضايا الاختلاف التاريخية والحديثة التي قادت إلى نشوب صراعات عسكرية وسياسية وجهوية وقال البرعسي أن القمة العربية في عمان تأتي في ظل تأزم القضية الليبية التي تدخل الحرب الأهلية فيها عامها الرابع دون توصل الأطراف المتنازعة إلى حل ينهي الاقتتال والانقسام حسب قوله كما نوها البرعسي على أهمية وجود إجماع عربي يرفض الحرب بين الليبيين تحت أي مبرر قد تقدمه الأطراف المتصارعة أعربت كتلة السيادة الوطنية في مجلس النواب عن أسفها للتصريحات التي أدل بها أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط حول دعوة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني لحضور القمة ودعت الكتلة في بيان لها مجلس النواب لتعليق عضوية الدولة الليبية في الجامعة ردا على ما وصفتها بالانتهاكات المخالفة لمجلس الجامعة العربية وأضافت الكتلة أن الأمين العام استند إلى الشرعية الدولية ضاربا بعرض الحائط الشرعية المحلية لأحدى الدول الأعضاء بالجامعة معتبرة ذلك تدخلا مقصودا في الشأن الليبي وللتعليق حول مشاركة ليبيا في القمة العربية ينضم إلينا عبر الأقمار الاصطناعية من طرابلس الباحث في الشأن القانوني والسياسي محمود إسماعيل سيد إسماعيل مساء الخير بداية ما تقيمك لكلمة السراج في جلسة اليوم من المهمة لا نقيم الكلمة بقدر ما نهم أيضا الجوانب الأخرى التي تقيمها العقاد هذه القمة وحضور الزعماء العرب وما مدى إمكانية يكون هناك فعلا أفعال لا مجرد أقوال واثنوع من التطمينات يدرك الجميع أنه في كلماتهم ينبع على أن جزء من الإشكال هو حقيقة إنه إشكال عربي أي أن الإشكال الليبي جزء منه بصنيعة أياد عربية هذه هي الحقيقة هناك أياد يتم التلاعب بها سيد محمود إسماعيل سيد خسابات خصوم على أرض ليبيا محاولة قدر الإمكان نعم ما تعليقك على مطالبة السراج بشكل محدد بدعم من الجامعة العربية لمبادرة توحيد حرس المنشآت وجعل قيادته تحت المؤسسة الوطنية للنفط كذلك تمسكه بالحل السياسي وإشارته للمبادرة الثلاثية يعتبر طلبا جيدا وإن كان فيه تدخلا بالشكل السلبي من هذه الدول أي أن هذه الدول فاعلة إذن هناك مطالبة يجب أن تكون جريئة وصريحة برفع أيدي التدخل فيما يتعلق بالشأن الليبي والمحلي ألا وهو من قبل حفتر سواء كان من مصر أو من الإمارات أو من غيرها من الدول على أن يكون هناك طلبا محدد نتمنى أن لا يوجد تدخل مهما كان وأن ينطوي الجميع تحت روائي دولة واحدة هذا هو الطلب الرئيسي ومن المهم جدا إدراك ما مدى استجابة الدول وما مدى تضارب مصالحها هناك نعم بيانات تنتهي هذه الاجتماعات ببيانات لكن لا نستطيع الجزم بمضي قدما في إمكانية أن توجد نتائج نعم المبادرة كانت جيدة ربما هناك تغير فيما يتعلق بالسفارة والحكومة الأردنية والمملكة الهاشمية الأردنية ربما يوجد تغير أيضا من بعض الدول وهناك مساعي مكوكية ولكن يبدو كما هي دوما عادات العرب في أنها عادات نوع من الرضا والقبول والزعل والرضا هذا ليست عواطف أكثر منها تحكمها مصالح هذه هي الحقيقة ما يجب أن يعول عليه الليبيون وأيضا هذه الدول أن تقف وقفة واحدة مع ليبيا من أجل اعتماد برنامج متكامل في أن تقصي حكم ديكتاتوري عسكري اغطار الليبيون ضده أن لا يتخوفوا من ليبيا في أن تكون موحدة أن يكون هناك علاقة شراكة واضحة وأن يكون هناك انتقال سلس لما يتعلق بديمقراطية رائعون أن تكون هناك نتائج وأروعون أن يرى هناك تطبيق أيضا لهذه النتائج على أرض الواقع سيد إسماعيل فستظل حبرا على ورق هناك آلاف من القرارات دون أن يكون لها نتائج ما يلفت الانتباه وحضور الملفت لما يتعلق ببعتة الأمم المتحدة والأمم المتحدة وأيضا الاتحاد الأوروبي وغيرها من المهتمين إذن هناك الجميع يجمع على أهميتها ويبدو أن هناك بوادر حل من خلالة إشارتهم بأنه ربما الـ 2017 تحدث تغييرا عندما يتم تغيير مارتين كوبلر الذي سينتهي مع نهاية مارس إذن هناك نقلة نوعية ربما يبدو واضحا أن العالم يتجه إليها وهذا دلالة على أن مستانع الرئيسي في السياسة الليبية كيف تعلق على ما أصدرته قتلة السيادة الوطنية في مجلس النواب بشأن عدم رضاهم عن الجامعة العربية بسبب ما اعتبروه تدخلا في الشأن الليبي الداخلي بعد توجيه دعوة الحضور فقط للمجلس الرئاسي على كلنا أعتقد بأن هذه الكتلة التي تمثل جزءا من أطياف ما يتعلق بالنيابة تمثل حفتر وتمثل اتجاها وتمثل فقط جزءا من المجتمع الليبي لكن لا تمثل أيضا إلا نفسها هناك تدخل بالمطلق في الشأن الليبي ليس هذا ولماذا لم يتكلموا على تدخل مصر وعلى قصف الطيران وعلى تدخل بعض الدول الأخرى وعلى قرارات أخرى مجعفة لماذا هذا الكلام؟ إنهم حقيقة كان من المهم الحديث الجماعي وأن يكون برلمانا موحدا لا أن يعبر على إرادة ليبيا الخارجية بمفهوم مغاير من المهم جدا أن يدرك أن البرلمان كان ولا يزال ويبدو أنه سيظل مصدر إشكال للليبيين جميعا وعلى الجميع أن يحاولوا البحث في أروقة إن وجد حلول أخرى من طرابلس الباحث في الشأن القانوني والسياسي محمود إسماعيل شكرا جزيلا لك أفرجت قوات عملية الكرامة على عدد من المحتجزين بينهم ست نساء كن محتجزات في سجون تابعة لقوات عملية الكرامة شرقية ليبيا وأوضحت قوات سرايا الدفاع أنهم قاموا بعملية مبادلة للأسرة حيث أفرجت قواتهم عن ثلاثة محتجزين تابعين لقوات الكرامة في مقابل الإفراج عن النساء الست وأكدت وكالة بشرة الإخبارية أن أهالي بنغازي المهجرين استقبلوا النساء المحررات من سجون عملية الكرامة دون أن تكشف عن حالتهن الصحية نحب أن نوصل رسالنا الهنة وعربنا وشيابنا في برقة نقولهم النقطة هذه ممكن تسجل في التاريخ يعني ثلاثة جنود بنساء مفروض النساء هذه في المعادلة بك ونسأل الله أن يفك جميع أسرانا وأبنائنا من منطقة الشرقية هذا وأفدت قوات سرايا الدفاع عن بنغازي بأن مشايخ منطقة الجفرة وهراوة وأعيان المنطقة الشرقية شاركوا في عملية تبادل المحتجزين لفتة إلى أنهم بذلوا كامل جهودهم في سبيل إنجاح هذه العملية وأعربت قوات السرايا عن بالغ امتنانها لما تم بذله من جهود في سبيل إخراج النساء المحتجزات من سجون قوات عملية الكرامة داعية الوسائل الإعلامية إلى التريث في نقل الأخبار والابتعاد عن أسريب الاستفزاز والتشفي وفق تعبيرها اعتقلت الأجهزة الأمنية بمدينة بنغازي مصور وكالة فرانس بريس الإخبارية عبدالله دومة على خلفية قيامه بتصوير الاحتفال بساعة الأرض في جامعة العرب الطبية ببنغازي دون إذن من الحاكم العسكري من جهتها قالت الباحثة في الملف الليبي بمنظمة هيومن رايتس واتش حنان صلاح عبر تغريدة لها على موقع التدوينات المصغرة تويتر إن السلطات الأمنية في بنغازي أفرجت اليوم عن ثلاثة أشخاص من منظمي احتفالية ساعة الأرض لفتة إلى استمرار احتجاز عبدالله دومة أعلنت تحريات قوات الصاعق الموالية لعملية الكرامة مقتل أمريقا عدة طبرق الجوية صالح جودة بعد سقوط طائرته صباح اليوم في مدينة طبرق وفي السياق نفسه أعلن مركز طبرق الطبي عن استقبال جثمان العميد طيار صالح جودة ومواطنين اثنين كانا قد أوصيبا جراء تحطم الطائرة وأضاف مركز طبرق الطبي أن الطائرة ارتطمت بمنزل أحد المواطنين في المدينة وهو ما تسبب في مقتل رجل وزوجته وفق المركز الطبي طبرق أكد مصدر أعلامي فضل عدم الكشف عن هويته سقوط طائرة حربية تابعة لقوات عملية الكرامة اليوم فوق منطقة الطرشة بمدينة طبرق وأوضح المصدر لقناة ليبيا لكل الأحرار أن الطائرة كانت قد شنت غارة جوية صباح اليوم استهدفت من خلالها المدخل الغربي لمدينة درنة لافتن لأن القصف تزامن مع خروج طلبة المدارس في المدينة يشار إلى أن مدينة درنة تشهد غارات جوية بشكل دوري ينفذها طيران قوات عملية الكرامة مستهدفا عدة مناطق بالمدينة قال المتحدث باسم قبيلة التابو محمد صندو إن لقاء إيطاليا بين قبائل التابو وأولاد سليمان والطوارق بحث المصالحة الشاملة في الجنوب وقضايا التنمية وأمن الحدود والهجرة غير النظامية وكيفية التعايش السلمي بين كافة القبائل ومكونات المنطقة الجنوبية وأوضح صندو لقناة ليبيا لكل الأحرار أن الاجتماعة جاء بعد تنسيق بين حكومة الوفاق الوطني والحكومة الإيطالية قال رئيس لجنة الأزمة لنازحي أوباري السن الياس أن الأوضاع الإنسانية لنازحي أوباري بعدة مدن في غرب البلاد وجنوبها في غاية الصعوبة وأوضح الياس لقناة ليبيا لكل الأحرار أنه رغم النداءات المتكررة للمسؤولين بالدولة إلا أنه لا توجد أي استجابة لرفع المعاناة عن النازحين والبحث عن حلول لمشاكلهم وإنهاء معاناتهم بحسب قوله وأضاف رئيس لجنة الأزمة لنازحي أوباري أن النازحين في حاجة وبشكل عاجل للمساعدات وجبر الضرر وتعويضهم عن الخسائر التي لحقت بمنازلهم وممتلكاتهم جراء الأحداث التي شهدتها أوباري نواصل هذه النشرة بعد الفاصل وفيها في ظل نقص السيولة لجنة أزمة الوقود والغاز تطالب المحطات بقبول السقوك النقدية المصدقة بدء أعمال القمة العربية الثامنة والعشرون والزعماء العرب والدوليون يدعون إلى العمل لحل الأزمة في ليبيا سرايا الدفاع عن بنغازي وقوات عملية الكرامة ينجحون في إتمام عملية تبادل أسرى بينهم ست نساء مقتل آمري قاعدة طبرق الجوية واثنين من المدنيين في تحطم طائرة حربية فوق منطقة الطرشة بمدينة طبرق أهلا بكم من جديد أكد المتحدث باسم مديرية أمن الزاوية نبيل بوزواي وفات أربعة مهاجرين غير النظاميين وانقاذ مائة وعشرين آخرين بعد غرق قاربهم يوم أمس قبلت السواحل الليبية وأوضح بوزواي أن الناجرين تمت إحالتهم إلى مركز إيواء النصر للمهاجرين غير النظاميين بالزاوية من أجل تقديم الخدمات لهم ومن ثم ترحيلهم إلى بلدانهم قال وزير الصحة المفوض في حكومة الوفاق الوطني عمر بشير أنهم يحاولون بالتعاون مع المنظمة العالمية للصحة والاتحاد الأوروبي خلال اجتماع يُعقد في تونس إعادة أحياء قطاع الصحة في البلاد ضمن مشروع الاتحاد الأوروبي لتقوية النظام الصحي والمعلومات في ليبيا نحاول من خلال المنظمة ومن خلال الاتحاد الأوروبي في تونس إعادة أحياء هذا التعاون وهذا الدعم للقطاع لا شك أن الوضع يحتاج إلى وقفها جادة من الجميع من المسؤولين من العاملين في القطاع سمعنا بأن هناك أرقام خصصة لدعم قطاع الصحة من ليبيا من خلال الاتحاد الأوروبي فهذا يحتاج تخطيط جاد لاستثمار هذا المبلغ في الرفع من قطاع الصحة والنهض به هذا وقد أكد الناطق الرسمي باسم منظمة الصحة العالمية في ليبيا أحمد العلاقي أن مشروع الاتحاد الأوروبي لتقوية النظام الصحي في ليبيا يرتكز على عنصرين وهما النظام المعلوماتي في ليبيا والأدوية والشراءها وتوزيعها وتخزينها مشروع الاتحاد الأوروبي لتقوية النظام الصحي في ليبيا يرتكز هذا المشروع على تقوية النظام الصحي من خلال الجزئين مهمين وهو من أحمدة النظام الصحي لأي دولة كانت وخصوصا ليبيا وهو النظام المعلوماتي في ليبيا وكذلك النظام الأدوية وشرائها وتوزيعها وكذلك تخزينها من جانبها قالت سفيرة الاتحاد الأوروبي في ليبيا بيتينا موتشايد أنها جاءت تحمل مشروعا سيساعد على بناء قاعدة قوية للقطاع الصحي بليبيا والذي يدفع ثمن تأزمه المرضى ممن يحتاجون بشكل مستمر ومتواصل لأدوية باتت نادرة التوفر في ليبيا نحن جئنا هنا لعرض مشروع مهم يتضمن تخصيص ثلاثة ملايين وستمائة ألف يورو لدعم نظام المعلومات الصحي في ليبيا والإمداد الصحي في البلاد ونعتقد أنه على قدر من الأهمية أن يهتم الخبراء في مجال الصحة بهذا القطاع وأن يعملوا على خلق قاعدة قوية لهذا القطاع حتى تتمكن جميعها من توفير الأدوية التي يحتاجها ذو الأمراض المستعصية دون انقطاع وفي هذه النقطة يكون هذا المشروع قد جاء ليعالج هذا الموضوع الحساس والمهم طلبت لجنة أزمة الوقود والغاز من جميع مشفي ومحطات الوقود وموزعي الغاز بكافة المناطق الليبية فتح باب قبول السقوك النقدية المصدقة من المواطنين بقيمة 500 دينار وأضافت اللجنة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن هذه الخطوة تأتي نظرا لعدم توفر السلولة النقدية في المصارف فضلا عن قرب حلول شهر رمضان المبارك أطلق المجلس البلدي ترهونة أمس الثلاثاء حملة لإزالة المباني العشوائية التي تم بناؤها بطرق غير قانونية في أراض تابعة للدولة بوسط المدينة وأوضح المجلس البلدي ترهونة على صفحة رسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك أن هذه الخطوة تأتي من أجل إقامة متنزه مخصص لذوي الاحتياجات الخاصة بترهونة وفي الختام هذا تذكير بعنوين النشرة بدوا أعمال القمة العربية الثامنة والعشرون والزعماء العرب والدوليون يدعون إلى العمل لحل الأزمة في ليبيا سرايا الدفاع عن بنغازي وقوات عملية الكرامة ينجحون في إتمام عملية تبادل أسرى بينهم ست نساء ومقتل أمريقا عدة طبرق الجوية واثنين من المدنيين في تحطم طائرة حربية فوق منطقة الطرشة بمدينة طبرق تابعوا المزيدنا الأخبار عبر ليبيا الأحرار تيدي على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر ويوتيوب شكرا لكم على حسن المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة